استنكر مغاردون خليجيون من عدة دول عربية من بين السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان تهديدات الرئيس التركي رشب طيب أردوغان للخليجيين تنقلتها وسائل ألم قطرية وأعلميون ممولون من نظام الذوحة وأطلق المغاردون من بينهم كتاب وإعلميون ومؤرخون وباحثون هاشتاغا تحت عنوان أردوغان يهدد الخليجيين عرب خلاله عن رفضهم لتصريحات الرئيس التركي وتدخله في شؤون الدول العربية وقتله أشقاهم في سوريا وليبيا ودعمه للإرهاب بمصر دعين مجددا إلى مقاطعة المنتجات التركية عقابا لأردوغان وأكد المغاردون أن الإساءة التركية القطرية المشتركة التي تستهدف كلا من السعودية والإمارات تؤكد انزعاج تحالف أشتر من قوات العلاقة بين البلدين مؤكدين أن قادة السعودية والإمارات سمام أمان للمنطقة الحقيقية وبينوا أن قيادة السعودية والإمارات تعمل من دون ملل أو كلل لبنائهم مستقبل وعد للمنطقة العربية ودعم أرخون القطريين والأترك لقراءة التاريخ لمعرفة مصير من يعاد السعودية والإمارات قائلين لهم اقرأوا التاريخ لتعلموا أن هؤلاء هم أبناد الصناديد لا يجدي معهم التهديد ولا يخوفهم الوعيد وقال سلمان الدوسري التهديد لغة العاجزين الضعيف من هدد نظام الأسد وفشل وهدد الليبيين والمصريين وفشل وهدد الأمريكيين والروس وفشل ثم اعتذر لهم صاغرا أما القوي فهو من أخرجهم مضحورين من الجزيرة العربية ومن أضع أحلام دولتهم العثمانية ومن كشف أطمعهم الاستعمارية قال ابن هباس المتابع لإعلام تركيا الرسمي وتصريحات المسؤولين الأتراكي يلحظوا أن لغات الكراهية والعذائية للسعودية مرتفعة جدا وذلك السبب هو أن دول الخليج ذات السيادة وقفت في وجه المطامع التركية في العراضي العربية وأما من لا سيادات له فهو آدات رخيصة بيد الترك فيما قال منذر للشيخة يعلم أردوغان أن أحلامه ستتكسر على يد عرب الجزيرة وهذه هي سنة التاريخ على مدار قرون ماضية فهم من أحضروا أسلفهم من التبت وهم من أعطوهم العرض التي تسمى تركيا الآن وهم من أذلهم على مدار ثلاثة قرون وكانت نهاية سلطنتهم على يد أبطال الجزيرة لذا لا زال يتألموا منه فيما قال ابن عويد أجداد كي أردوغان قبلك هددوا أجدادنا وارسلوا جيوشهم لقتالهم واستاجروا حتى مرتزقة البلقان والبلطيق وجلبوهم وفي النهاية سحقت جماجم أجدادك ولم ينفعهم تهديدهم ولم ينفذوا وعودهم ولم ينتصروا في قتالهم وتفككت إمبراطوريتهم وذهبوا إلى مزبالات التهريخ فيما قال زيد الميسري الخيب الليماجن غير الخسائر ما هو بيسوى عند روس القوم حاجة من زود ما هم مفلس ومهبول صاير يشوف نفسه ذيب ونشوفه دجاجة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون الأربع إن شركة بوينغ ستزود المملكة العربية السعودية بأكثر من ألف صاروخ وأضاف البنتاجون أن الشركة ستصدر للرياض نحو 650 صاروخا من طراز سليم إير صواريخ جوية وأربعمائة واثنان من طراز هاربون المضادة للسفن وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية فإن الرياض وقعت عقدا مع الشركة لتطوير ونقل 650 صاروخا سليم إير للسعودية نذكر أن ماذا هذه الصواريخ يصل إلى 270 كيلومتر ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028 أما تصدر صواريخ هاربون فسيتم ضمن عقد آخر ويبلغ مدى هذه الصواريخ مئة وحمسة